هذه المحاضرة تتصل بالخصوص بهذا الشأن ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم شوف جيد حلو جيد احترام لا تعقلون لا تفقهون لعلكم تعقلون لعلكم سياغ القرآن كذلك دائما شوف الحكمة مع الخلق ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم زيد هذا الكلام وإن هذا الكلام الأمير أيهما أبلغ وأيهما أنفع وإن هذا ما نفع عن هذا قريش كانت قدم رحت للشواهد الصيف فليعبد رب هذا البيت كلا ليمذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله المقدم التي تطلع على الأفهدة إنها عليه مؤصدة يعني السجن مؤصد فسو بالنار بعد شيء يحتاج سب الباب لو افتتح الباب هو بالنار شوفوا التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج بلاغي تهافت البلاغي واضح وهذا يعني أن الله يجب أن ينزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله المصيبة الوراه يقول يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتسران مستحيل توصلوا لقمر وصلوا جماع وصلوا وتحدوا القرآن وصلوا صدق شافوا لبسوا دريع وخلوا خوذة وكذا وصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم رجعوا سالمين سالمين الغانمين شاوين تقولوا فلا تنتسران هاي مو تكذيب إلى الله أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام هذا الكلام بشر يعني الأمثال القرآنية يعني مأساة يعني يقولون أن أمثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر يعني مثلا الله نور الصلاة والأرض مثل نوري كمشكات مشكات في زجاجة الزجاج كأنها كوكب درية يمقد من شجرة المباركة هاي شون الشجرة المباركة يا مدري لا شرقية لا غربية بس عايز يقول جمهورية إسلامية اشتركوا في القناة